تراجع ملحوظ في مستوى التبني العربي للقضية الفلسطينية مؤخرا بالذات هل الفلسطيني وحده فعلا في هذه المعركة؟ وحده لا ولكن لا يوجد دعم على مستوى التعقيدات القضية من العالم العربي وهناك هيمنة أمريكية على قيادات الدول العربية وهذا أمر خطير أنا أبدأ أقول شيء آخر يعني يوجه انتقاد إلى منظمة التحرير إلى القيادات الفلسطينية أنكم وضعتم كل بيضاتكم في السلة الأمريكية هذه التهمة فيها تجني من دفع الفلسطينيين إلى أن يقبلوا بالرعاية الأحادية الأمريكية لأي عملي مصار سلمي هو القيادات العالم العربي هو الجامعة العربية هو كل الزعامات العربية كانت هناك مبادرات كانت المبادرة الفرنسية لو حظيت المبادرة الفرنسية بدعم وتجاوب كان ممكن أن تؤدي إلى مكان آخر كانت هناك المبادرة الروسية كان هناك قرارات الأمم المتحدة والربعية ولكن الفلسطينيين وجدوا أنفسهم تحت ليس فقط الضغوط الاحتلال الإسرائيلي والضغوط الأمريكية وإنما أيضا الضغوط العربية ما أدى إلى المصار الذي تكلل أخيرا بإعلان ترامب عن القدس عاصمة لإسرائيل وعن أنه أعطى الأوامر بالبدء بالإجراءات لنقل السفارة هذا أمر مقلق جدا وأعتقد أنه يجب أن يتم التأثير من أجل تغييره وفي رأيي أن هذا التغيير ممكن أن يكون في حالة تحرك الشارع الفلسطيني في خطوات نضالية سلمية وأريد أن أذكر في القدس عندما قرر الاحتلال إدخال الماجنوميتر البوابات الحديثية كاشف المعادن إلى باحات المسجد الأقصى كان هناك حراك شعبي واسع في القدس وغير القدس وهذا الحراك أعطى ثمار الحراك الشعبي وفي ظل الواقع الشعبي السلمي ممكن أن يؤدي إلى نتائج ويمكن أن يؤدي إلى تحرك في الشارع العربي أنا أريد أن أقول أني أتوقع أن يكون حراك في الدول الأوروبي حتى سابق وربما متقدم عما سيجري هذا أمر مقلق الواقع الذي نعيشه هو واقع مقلق رح نسترسل بكل تأكيد بعد من وضعك سيد جرايسي مع الصحفي حلبي كلمتك بإيجاز بعد إذنك لكل الداخل الفلسطيني إيش بتحكي لهم يعني مهم جدا أن نستثمر واقعنا وموقعنا لدينا خصوصية يمكن من خلالها أن نؤثر على مجريات الأمور في الوضع الحالي إمكانات التأثير السياسي إمكانات محدودة لأن هناك الغالبية الساحقة من القوى السياسية الإسرائيلية الصيونية ترحب بهذا القرار وبالتالي من الصعب أن يتم التأثير عليها ولكن لنا دور في محاولة التأثير وفي إظهار أن ما يجري أيضا يهدد مستقبل إسرائيل هذا أمر ممكن أن نستثمره في الداخل طبعا أن نحافظ على الوحدي للجماهير العربي الوحدي التي تضع ما يجمع قبل ما يفرق وترى المساحة الواسعة من العمل المشترك ضمن التوافقات في المواقف السياسية ترى في هذا العمل أهم من الخلافات أو الاختلافات في ظل الوضع الذي نعيشه أمر إضافي أننا أيضا نحن نواجه ونواجه سياسي خطير موجهة مباشرة تجانا صحيح قضية يهودية الدولة التي عمليا تنزع عنا شرعية انتمائنا إلى وطننا من ناحية القانون الإسرائيلي ليس من ناحية الواقع لا أحد يمكن أن يغير حقيقة أن مواطنتنا نابعة من انتمائنا لهذا الوطن القوانين التعلق بالقدس الأجواء التي يتبارى فيها قيادات اليمين وليس فقط اليمين القيادات في هذه الدولة في المس بشرعية المواطن العربي المس بمكانته تهديد مستقبله هذه الأمور نحن نواجهها أيضا بموازاة لا يمكن أن نفصلها عن حدث معين مرتبط بترامب أو بما قالوا نضالاتنا اليومي المتواصلي في كل ما يتعلق بحياتنا اليومي مستقبلنا في وطن الأباء والأجداد هذه مسؤوليتنا وحفاظنا على مستقبلنا في هذا الوطن هو الخدمة الكبرى للقضية سيد رامس جريسي عضو السكرتارية القطرية عن الجبهة الديمقراطية شكرا لحضورك شكرا لكم إن شاء الله يكون صباحنا أحسن إن شاء الله شكرا لحضورك معنا أستاذ منعما نعود مع حضرتك وبدن نعلق على ما جاء بدن نحكي أيضا على ما ذكرنا بكل موضوع تحرك الشارع العربي في الدول العربية وأيضا عن التغطية الإعلامية والصحفية الإسرائيلية اسمحوا لي اقتبس ما قالته جولدا مئير عام 1967 جولدا مئير التي أضحت رئيسة حكومة إسرائيل عندما أحرقنا المسجد الأقصى لم أنم طوال الليل قالت مئير كنت خائفة من أن يدخل العرب إسرائيل أفواجا من كل مكان ولكن عندما أشرقت شمس اليوم التالي علمت أن باستطاعتنا أن نفعل أي شيء نريده فنحن أمام أمة نائمة للأسف الأمة ما زالت نائمة نحن نتحدث الكثير وآخرون يفعلون نحن لم نتعلم من التاريخ بتاتا عام 1925 لم تمضي أكثر من لم تمضي مئة عام يعني في التاريخ هذه ليست أزمنة طويلة 1925 القيادة السورية في الثورة السورية الكبرى عندما قاد سلطان باشر الأطرش وإلى جانبه إبراهيم هنانو فارس الحناوي وصالح العلي قادوا ثورة ضد الاستعمار الفرنسي عام 1925 واستطاعوا بالإيطاحة بهذا الاستعمار الفرنسي الذي أراده ما تريد الآن أمريكا وإسرائيل بإحداث الفتن في سوريا وفي الوطن العربي ولكنهم بوحدة صف كاملة متكاملة بغض النظر عن الطوائف استطاعوا طرد الاستطان والاستعمار الفرنسي والآن يأتي ترامب بمهزلة وعليها شهود أمام العالم بأكمله ويستهتر بأمة كاملة ونحن نرى ما يحدث في الأمة العربية في كل مكان سألتم دكتور رامز جيرايسي هل فلسطين لوحدها؟ بدون دكتور لا يوجد ظهر للشعب الفلسطيني العراق هدمت سوريا أحرقت مصر تعاني الأمرين اقتصاديا فلسطين توجد مشاكل داخلية سياسية الوضع مزري لأبعد الحدود حتى لم أذكر وضع الأمة العربية الإسلامية في هذه الوضعية الآنية سنوات طويلة جدا لذلك يستطيع أن يأتي ترامب أن يستهتر بمليارد ونصف عربي ومسلم ويقول كل ما هو يريده لأجل الوحدة الإسرائيلية الأمريكية على حساب شعبنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة